ترني موعود ملك المسيح على حياتي الزوط من فيض القلب عرفان وحوط ترنيمي شديدي أرنمي للراب وأغني لسيدي لحني وأنشيدي أرنمي إلهي لدومت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمي وعود وحلقة اليوم رح تكون إجابة على سؤال بيوصلي دائماً عن التقسيم وإحنا حكينا في حلقة سابقة يمكن بطريقة أسرع لكن مخصصها الحلقة أجاوب على هالسؤال إنه شو هو التقسيم وليش إحنا نلعب التقسيم أو التقسيم على آلة على أي آلة مثلاً شو هو التقسيم بالأساس؟ التقسيم هو تأليف موسيقي زي ما أنت أو أنت بتألفي بترنيمي أو جملة موسيقية أو أي شيء من المزامير بتوغطو بتعمله لحن تأليف موسيقي ونفس الشيء التقسيم تقسيم يمكن يكون تمهيد لبداية ترنيمي بنفس المقام يمكن يكون تمهيد لبداية موسيقى أو لبداية غناء صوتي أو في نص الفواصل يكون تقسيم هو عزف ارتجالي هو improvisation محاولة تأليف وإنت سريع يعني وإنت في نفس اللحظة تألف لكن طبعاً بخبرة مسبقة في اللي أنت بتعمله فمثلاً أبسط طريقة للتقسيم إنك تعرف المقام اللي أنت بتقسيم فيه عشان تعرف النوتات الممكن تستعملها في تقسيمك للمقام فلو أخذنا مقام الرصد مثلاً من درجة الدو زي ما سبقوا قلنا إنه الرصد في درجتين فيهم ربعتون أو سيكا موسيقى سول مي سيكا فا سول لا والسي سيكا وإنت طالع أطلوع وبمول في نزول المقام كمان مرة واليوم رح نحاول نمشي في تقسيمة بسيطة جداً ومدروسة ويمكن محدودة كتير لكن هي بتعطيك فكرة عن أنا شو بفكر لما بقسم وكيف أكيد كل واحد في عنده أبروتش معين أو طريقة بابتدي فيها تقسيمه أو بفكر فيها بالتقسيم لكن مثل ما بقول هدفنا في هالبرنامج دايماً إنه نرتقي في موسيقانا يعني منسمع تقسيم وعزف وموويل في أغاني العالم ونخاف نجيبها للترانيم أنا بشجعك اليوم وبشجعك إنه اللي بيعطي هالحلاوة لموسيقة العالم اللي بيعطي الحلاوة لأي شيء في الدنيا كلها هو الله ما في غيره فكلها هدايا وبركات من عنده فكم هو حريء إنه ترجع المجد إلو هو ليش العالم ليش مستوى أغاني العالم تكون أعلى من مستوى الترانيم وأي شيء بشبه هالشين حاربوا لأ الترانيم فيها نوع من الخشوع طبعاً يا أخي الخشوع خشوع القلب لكن الأهم من هالأمور هاي إنه نفتح نفتح أبواب كنايسنا وندخل وندخل كل ما هو مستحدث وجديد لأنه الرب هو أعطاه أصلاً صحيح العالم أساء استعماله لكن أجا الوقت إنه نرجعه لمجد المسيح تعالوا ما تكونش إنه ما تتردد في إنك تستعمل مقامات تستعمل تأسيم تقول موال قبل ترانيمتك تتغنى بإلهك أصلاً ترانيمنا أغاني تسبيحنا أغاني واللي بيفصلنا عن العالم إنه مستوى الكلام اللي بنقال الترانيمة أغنية حب لكن أعمق بكثير أنت تحب من أحبك أولاً وبصدق صحيح إحنا الرب أعطانا كتير علاقات في العالم مع إخوانه وأخوي مع زوجاته وأزواج إنه تعرف تختبر الحب العملي لكن لو أنت ما اختبرتش الحب اللي فوق مصدر كل حب هتلاقي خلل في علاقتك في حبك لأخوك أو أختك أو زوجك أو زوجتك لأنك ما اختبرتش الحب الصح فبرجع بقول إنه بنفس الفكرة طوع كل شيء لخدمة المسيح ورجعه لمجده لأنه هو مستحق له كل المجد أصلاً كله منه أصلاً فمنرجع للتقسيم كأنه بيتك النوت الأساسية الطانك أو الكي أو الأساس أو خلينا نسميه البيت اللي أنت ساكن فيه ببداية تقسيمك اللي هو السي الدو أو السي فأنا عارف المقام لكن كطفل صغير بيطلع من بيته شوية يمكن يبدي بخطوات يمكن يزحف بالأول لا يوصل للبيت اللي جم بيته أو لا يوصل في مكان في بيته نفسه طب بروح للنوت الأولى مثلاً وبرجع للبيت رح تقولي شغلة مملة جداً فعلاً هي مملة إذا عملتها هيك أو خالصة من أي تشكيل مثلاً لكن لو غيرت فيها شوية وبيمشي خطوة تانية للنوت اللي بعتها ويمكن يمشي نوت الثالثة شو اللي هي نوت الرابعة بتكون هون وبرجع للبيت لازم دايماً يعرف بالبيت اللي هو منه هويته نوت اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها إلى إنك تكمل الأكتف أو تم النوتات اللي هو من دو لدو وبترجع برجوع كفكرة عامة أنت بتحاول تعمليك عشان تشرح هوية المقام وتقربه للسامع أو تبتدي فيه معزوفة أو ترنيمة فأنت طالما أنت في نوتات المقام نفسه أنت عرفت بالمقام أعطيت الهوية تبعته كل ما بتسمع أكتر تقاسيم كل ما بتشوف أكتر عازفين بتصير تكتسب جمل معينة إنه العازف ما طلع للنوت الثالثة بطريقة ناشفة أو أو مملة نوعاً ما عمل ورجع يعني رح ألعب التقسيم اللي أنا قلت عليها بطريقة ناشفة جداً ويمكن لا تطرب السامع ولا إنك بتحس إنه فيها شي بدك تتعلمه خدتوا الفكرة إنه بلعبها بجمل ناشفة لكن إذا أنا عرفت من سماعي إنه مثلاً ممكن النقلة الأولى تكون نقلة الثانية نقلة الثالثة موسيقى موسيقى يمكن اللحظته شوي التغيير ويمكن تسألني هل هاي هي الطريقة الوحيدة للتقسيم وغير هيك بيكون غلط لا هاي طريقة الجواب طبعاً لا هاي طريقة مبسطة جداً لفكرة أنت كيف بتقسم هلأ إحنا منقول إنه بتاخد خطوات بالأول خطوة وخطوة الثانية وخطوة اللي بعدها لما تتمكن ممكن تنط مش ضروري إنك تضل بالخطوة الأولى ممكن تبتدي موسيقى والموضوع زي ما برجع بقول دائماً اسمع دائماً حاولي تسمعي معزفات أو عازف مثلاً في لو تكلمنا عن العود في كتير ناس وتقسيم العود بالألوف والإمكان الملايين صرتها لموجودة ممكن تسمعها وطبعاً أنت في النهاية رح تختار الستايل اللي أنت بتحب تسمعه عازفين العود كتار وكل واحد بيحاول يكون عنده طريقة عازف معينة ستايل معين لكن رح تلاقي نفسك تنجذب إلى عازف معين أو ستايل معين اسمعه كتير حاول تتشبع تاخد منه ولو قلدت في الأول مش غلط لو بتسمع جملة مثلاً وعجبتك إن وحدا بيعمل لما بيقسم لما بيقفل عجبتك الحركة تتعلمها مثلاً ومش رح تقدر تتعلم التقسيم إلا إذا ما قلت سمعت وجربت لازم تجرب مثل موضوع التأليف بالزبط اكتماس بيسأله طيب إنت كيف بتألف إنت سامع بتكون سامعة كتير وعندك مخزون مثل ما بيكتب كتابة إذا أنا بدي يكون إنشائي جميل في الكتابة وجملي حلوة لازم أقرى كتير وأعرف كلمات جديدة مستحدثة قديمة جديدة وأعرف كيف أحطها الكلمات بجمل توصل للقارئ بطريقة سالسة وهذا بالزبط اللي بتعمله بالتقسيم سماعك للموسيقى بيعطيك مخزون تقدر تتحرك فيه إذا بتعمل تقسيم إذا بتألف إذا بتلحن نفس الفكرة مثل ما إنشائك بيعطمد على قراءتك واستيعابك لكلمات برضو موسيقاك تأليفك بيعطمد على سماعك ومدى استيعابك لللي بتسمعه وتحليلك إله صح يمكن يبدو صعب بالأول لكن حلله كل شيء بسيط مهما كان صعب هو بسيط ويمكن صعوبته في بساطته ومش شرط كل تقسيمة تكون تقسيمة من أفضل ما عملت ماستر بيس نمبر ون لكن هي محاولات أنا عن نفسي هذا اللي بعمله وكل مرة بعمل تقسيم يمكن بطلع فيها أغلاط يمكن يمكن آه مش لازم أعيد النقلة هاي ما كانت حلوة يمكن فا وإنت بتشتغل كل يوم بتعلم نفسك مثل حياتك الروحية مع الله لازم تبنيها بشوي خطوة بخطوة بصلي هالحلقة تكون جوابت على السؤال ورح يكون لحلقات كتير نجاوب ونحكي مع بعض وأخذ اقتراحاتكم اللي بتمنى تبعتوا ليها على الصفحات الموجودة على الشاشة بشكركم لمتابعتكم ولا تعليقاتكم المشجعة وبصلي الرب يكون معكم دايما ويدوم فيكم سلام المسيح ترنيم وعود ترجمة نانسي قنقر